موسيقى اشتركوا معه ستجدون الرابط اسفل الفيديو اوكي والان اترككم مع المقطع موسيقى اولا لدينا باتمان وهي شخصية معروفة في كل انحاء العالم وقد قام باختراعها شخص امريكي يدعى بوب كين عام 1992 ونحن نعلم ان باتمان له عدة افلام وقصص وهو احد افضل عدالة اكثر شهرة ذلك لانه ليس لديه قوى خارقة وهذا الشيء يحمسنا اكثر قصته رائعة جدا ثانيا لدينا سكوبيدو وهو سلسلة كرتونية ناجحة جدا يتحدث المسلسل عن فارق من المراهقين يقومون بمجمعة من المغامرات لحلل الغاز الغامضة برفقة كلب يدعى سكوبيدو بدأ المسلسل عام 1969 هذه شخصية خمس تجوب العالم في سيارتهم الرائعة ويحلون الألغاز المتعلقة بالأشباح والظواهر الغير الطبيعية في نهاية كل حلقاء دائم ما يترح أن كل ما هو غير طبيعي له تفسير منطقي وغالبا ما يكون هناك مجرم يريد إفزاع الناس لغرض ما ثالثا أفاتار أسطورة إنج القصة هي أنه كان هناك أربعة عناصر الماء الهواء الأرض والنار وكانت الأربعة عناصر تعيش في سلام ولكن تغير كل شيء بعدما هاجمت عشيرة النار فقد الأفاتار سيد الأربعة العناصر يستطيع إنقاذ العالم لكن عندما احتجاه العالم اختفى مرت مئة عام مكتشفت كتارة وأخيها ساكل أفاتار رابعا كرة قدم المجرات تحكي القصة عن إيرش الذي أرد أن يكون فريقا مع صديقه كلامب لربح كأس كرة قدم المجرات بعد فشله في ذلك ذلك بسبب الإنهيار الجليدي الذي غطى كيلان كلها بالجليد بفضل شبان صغار تمكن من تكوين فريق وهو حقا كرتون ممتع خامسا وأخيرا بانتان إليام فورس من اسمه أصابت نقو شعر أفضل جزء من سلسلة بانتان هذا الكرتون تم عرضه على قناة كارتون نتورك وهو تكمل للأحداث الجزء الأول حيث جزء بحبان بعمر الخامس عشر ويتخلى عن الأوميتليكس ومن ثم يختفي جده ليعود عن قراره ويرتديها وينطلق في مغامرة جديدة ولقد وصلنا لنهاية هذا المقطع أرجو أنه من على إعجابكم شاركوا مع أصدقائكم لا تنسوا اللايك والاشتراك كان هذا كل شيء مع السلامة